اشهدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينال رئيسة مجلس النواب بمتانة العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة وحجم التعاون بين مجلس النواب وسلطة التشريعية في باكستان بغرفتيها مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والتنسيق الفاعل في المحافل البرلمانية القرية والإسلامية والدولية مؤكدة معاليها الدعم النيابي لتطوير قطاعات العمل المتعددة والاتفاقيات المشتركة بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين في ظل العلاقات الأخوية الرفيعة بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيسة مجلس النواب معالي السيد محمد صادق سنجراني رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية مضيفة معاليها أن مجلس النواب يعمل على توسيع آفاق التعاون في المجال التشريعي والبرلماني من جانبه أعرب معالي السيد محمد صادق سنجراني عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان والتعاون الوثيق والمستمر بينهما بما يحقق الأهداف التنموية للبلدين الشقيقين مؤكدا الموقف الثابت لجمهورية باكستان الإسلامية في دعم مملكة البحرين لحفظ أمنها واستقرارها وأشاد السيد السنجراني بما تشهده مملكة البحرين من نهضة تنموية على جميع المستويات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة جلالة الملك المفدى وبما شهده عهد جلالته الزاهر من تحقيق نقلة نوعية في المسيرة الديمقراطية ترجمة نانسي قنقر